كتاب المنذر ابن ساوة المنذر ابن ساوة كان زعيم على البحرين كان ملك للبحرين في هذا الزمان ووجه عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرامي بكتاب إلى المنذر ابن ساوة ملك البحرين يدعوه إلى الإسلام وفيه بسم الله الرحمن الرحيم أسلم أنت فإني أحمد الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول يبقى اللي بيقتلوا المسلمين الوقت دول ويقولوا بيجهدوا يبقى إزاي وهم في زمة الله ورسوله إزاي قبلوا ربنا ويدعوا أنهم بيجهدوا جهاد أي جهاد هذا إلا إذا كانوا شياطين إنس يسيروا خلف اليهود بسلاح أمريكاني موجه في صدور المسلمين وهي حروب صليبية جديدة بس في سوب جديد وعلى شكل كده نشوف كلام النبي بقى تعرفه للمسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا يعني حرم الحرام من المأكول وأحل الحلال من المأكول فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول يعني له عهد الله وعهد الرسول ألا يقتل أو يؤذى ويكون في أمان على عرضه وماله ودمه ثم قال من أحب ذلك من المجوس فإنه آمن المجوس اللي يسلم ويصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا خلاص آمن مسلم ومن أبى فإن عليه الجزية وده برضو دليل على أن المجوس يؤخذ منهم الجزية كما ورد في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب والجزية مقابل أمان إنه حيعيش في وسط المسلمين نحافظون له على دينه الذي اختاره ويؤمنونه على دينه وعلى نفسه وعلى ماله فالجزية دي مقابل حماية يبقى الجزية كانت عبارة عن ضريبة تدفع لغير المسلم مقابل أن يأمن على نفسه وأن يأخذ حرية الحركة بالتجارة في بلاد المسلم يبقى الجزية ليست للإزلال ولكنها فقط للحماية للمواطنة بالمفهوم العصري للمواطنة حتى يستوطن بلاد المسلمين ويعيش معهم في أمان هذه معنى الجزية فأسلم وكتب في رد الجواب يبقى إيه كان إجابته أنه أسلم دليل أنه هو كان يعلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأن في وفد عبد القيس اللي جاله من البحرين قال النبي قابله وحييجي للنبي تاني وفد عبد القيس تاني حيجيله في العام التاسع عام الوفود قالوا مرتين فكان عنده أخبار عن هذا النبي فأسلم وكتب في رد الجواب أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبأرض مجوس ويهود فأحدث إلي في ذلك أمرك يعني أعمل إيه مع من رفض وأبى من اليهود ومن المجوس يعني أبى أن يدخل في الإسلام طواعية لأن الدين لا يقبل إلا بالطواعية بغير إكرار لم يؤمر المسلم أن يكره أحد على أن يدخل في الإسلام كارها لأن الدخول في الإسلام كارها غير صحيح عند سائر العلماء فكتب إليه عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله فإني أذكرك الله فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا وإني قد شفعتك في قومك يعني جعلتك حكما لهم كما أنت في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه لأن المسلم ماله محترم محدش يعد عليه ولا يأخذ ماله فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه أي من أملاك وعافوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم يعني فاقبل منهم توبتهم وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك يعني طول ما أنت مستمر في الصلاح والعدل فأنت مستمر على وظيفتك ملك للبحرين ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية قال له قتله قبل عليه الجزية اللي مقابل للحماية بق لأنه يدفع مقابل أننا هنحميه وندفع عنه ونؤمنه ولو ظلمه أحد من المسلمين نأخذ مظلمته من المسلم له ونؤمنه على دار عبادته وعلى كل أحواله لأن الله خلقنا منا كافر ومنا مؤمن فلابد أن يفضل فيه كافر ومؤمن لحد ما تقوم الساعة ما تظنش أنه مش هيبقى أنه هيجي يوم من الأيام أنه كل من في الأرض حيبقى مسلمين مستحيل لأنه ده مخالف لإرادة الله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لأنه خلق للنار أهلها وخلق للجنة أهلها واضح لكن على الكافر أن يعيش بغير اعتداء على المسلمين وعلى المسلم أن يؤمن الكافر ويحترمه ويحافظ عليه ولا يعتدي عليه طالما هو يسالمه ويعيش الناس في أمان كل يختار الدين الذي يريد وهو مسؤول عن اختياره يوم القيام